الطلب الأعزاء في مصاق محاسبة التقريب بإستخدام الحاسوب مرهبا بكم في محاضرتنا لهذا اليوم سوف نتحدث على ما يتعلق Expressing Cause-Volum Profit Relationship نحن نحك عن علاقة ما بين التكلفة والحجم والربحية بداية اتطرقنا في المحاضرات السابقة فيما يتعلق باحتساب Contribution Margin والتغير وعندي Contribution Margin Percentage لكن في هذه المحاضرة نحن نتطرق لموضوع وهو Cause-Volum Profit Relationship نحن نحن علاقة ما بين التكلفة والحجم والربحية بداية في عندي ثلاث طرق لنحن نتطرقنا في هذه المحاضرة الطريقة الأولى The Equation Method طريقة المعادلة الطريقة الثانية The Contribution Margin Method طريقة هامش المساهمة والطريقة الثالثة The Graph Method أو يسمى طريقة الرسم البياني طبعا كل طريقة من الطرق بتفيدنا وبتخدم في بعض الأحيان قرارات متعلقة بها لكن رح نتطرق لها في محاضرتنا اليوم بالإضافة من خلال تطبيق على برنامج نيكسل أول طريقة هي Equation Method وراح نلاحظ خلال شرحنا للمحاضرة أنه أغلى المواضيع تم تضرق لها في المحاضرة السابقة لكن للإعادة بشكل سريم بدايتها عندي المعادلة الأولى لحتى أصل الدخل التشغيلي بناءا حتى فيما يتعلق بال Cost Volume Profit Analysis بتحليل التكلفة والحجم والربحية عندي نقطة معينة أنه أنا لازم أقوم بعداد قائمة دخل لكن قائمة الدخل اللي بتحدث عنها هي Destined to Cost Volume Profit Analysis وبالتالي هي عبارة عن Revenues minus Variable Cost minus Fixed Cost وبالتالي بصل Operating Income إغاد النظر عن طريقة Income Statement Traditional Income Statement أو Cost Volume Profit Income Statement الاثنين رح يعطينا نفس النتيجة لكن الاختلاف اللي عندي هون رح حصل نقطة معينة أنه لما أطرح Revenue من Variable Cost رحصل لإشي ما يسمى Contribution Margin وهو هامش المساهمة بعد ذلك أطرح من Fixed Cost وبصل Operating Income بالاستناد الطريقة The Traditional العادية المتعارف عليها أو باستخدام Revenues رح يعطينا نفس الدخل التشغيلي وهو Operating Income لكن السؤال إذا الاثنين بعطيني نفس النتيجة ليش بدأي استخدم طريقة The Equation Method وهي اللي عندي وبتحدث عنها هي Cause Von Profit Income Statement رح نلاحظ أنه هاي العملية رح تساعدنا في اتخاذ بعض القرارات على سبيل المثال فيما يتعلق باحتساب Pre-Caving Point نقطة تهدل بالإضافة لإحتساب للTarget Need Income وأي أمور أخرى لكن رح نتلق لها The Equation Method وهي الطريقة الأولى وهي عبارة كالتالي Revenues Minus Variable Cost Minus Fixed Cost Equal Operating Income وبالتالي Revenues How are revenues in each column calculated كيف تقوم باحتساب Revenues هكي أن Revenues هي عبارة عن String Price مختصرها Sb مضروبا Quantitative Units Sold وهي Q بمعنى إذا أنا قلت ضيع بضاعة رح أقول كالتالي سعر البيع للوحدة الواحدة بكمية أو عدد الوحدات المباعة من هذا المنتج وبالتالي بصل للإرادات بعد ذلك بطرح منها التكاليف المتغيرة والتكاليف المتغيرة هي عبارة عن Variable Cost وإثسابة هي عبارة عن Variable Cost Per Unit ومختصرها VCU مضروبا Quantitative Units Sold وهي عدد الوحدات المباعة وبالتالي بصل للVariable Cost لكن في عندي طريقة أخرى موضحة هي Equation Number One وهي عبارة عن Selling Price مضروبا Quantitative Units Sold هي جزئيين متحدث عنها هي Revenues Minus Variable Cost إذن هذه جزئية Variable Cost Per Unit مضروبا Quantitative Units Sold وهي Variable Cost اللي عندي في المعادلة هذه الجزئية الأولى بعد ذلك بطرح منها Fix Cost فبصل Operating Income وهي Equation Number One إذن من لاحظون هي جدا بسيطة وإذا نستذكر البيانات يجب أن تقول لك The Calculation of Operating Income when Ema sells 5 packages إذن نستذكر في المحاضرة السابقة تحدثنا عن Ema Johnson هي طالبة أو تم أكمل دراستها في الجامعة وقامت بتوقيع مع شركة أو دار نشر في عملية أنه حكينا هي امتحان أو كتب متعلق بامتحان الجيمات وحكينا أنه هي عبارة بتشتري المنتج أو بتشتري الباكيج وهو عبارة عن Hard Copy of the Book and the Software وتقوم بعملية إعادة بيهم فتقوم بشراء 120 دولار سعر التكلفة مع إمكانية إرجاع أي كتاب لما تنبيعه أو الباكيج نحكي فبالتالي بعطيني هون نقطة معينة إذا قامت إما ببيع خمس كتب وبالتالي رح نيجع على Selling Price حكينا أن السعر البيع للوحدة الواحدة هو عبارة عن 200 إذن 200 مضربة في الوحدات المباعة إذن 200 ضرب 5 ناقص ناقص الـ variable cost الـ variable cost للـ كانت عندي 120 مضربة في عدل الوحدات المباعة ناقص تكليف استئجار الكشك داخل حرم الجامعة واللي كان عندي 2000 وبالتالي رح نصل 200 ضرب 5 بعطيني 1000 120 ضرب 5 بعطيني 600 ناقص الفيكس كوست 2000 وبالتالي رح نلاحظ أنه فيه أنا حققت خسارة بقيمة 1600 دولار إذن هاي الجزئية الأولى الطريقة الثانية بسموها contribution margin method طريقة هامش المساهمة فإذن اللاحظ هي rearranging equation number one هي بس عملية إعادة ترتيب ورح نلاقي أنه جدا بسيطة وجدا سهلة بشكل عام هي عبارة عن selling your price ناقص variable cost per unit مضربة في quantity of unit sold وإذن اللاحظ حكينا أن selling your price minus variable cost بصل contribution margin per unit اختصرناها contribution margin بcm حكيناها للper unit مضربة إيش في quantity sold بمعنى إذا أريد أن أطبق المعادلة سنجيها الآن هي عبارة عن سعر البيع للكتاب أو package 200 دولار ناقص variable cost 120 فبصل لـ 80 دولار وهو contribution margin per unit مضربة في quantity of unit sold في عدد الوحدات المباعة وإذا افترضنا أن أقومت بيعي خمس كتب سأقول 80 درب خمسة بعد ذلك سأطرح منها fixed cost وإذا سأطرح عندي operating income يطلع عندي وبالتالي اختصرها بالمعادلة هي عبارة contribution margin per unit مضربة في quantity of unit sold minus fixed cost وبصل operating income وبالتالي سأقوم بتطبيقها على المعادلة وهي عبارة operating income تساوي 80 هي عبارة selling price minus contribution margin per unit 200 ناقص 120 فبصل ل 80 مضربة في الكميات المباعة وهي خمسة ناقص fixed cost ورح الله أضعطينا نفس النتيجة لكن هون من خلال المعادلة رح نلاحظ أن الجزئية هي عبارة بنفس الألية لكن أنه باستخدام contribution margin ليش باستخدم contribution margin لنفترض أنه أنا عندي داخل الشركات عندي كميات جدا أو منتجات متعددة فرح نلاحظ أن استخدام contribution margin سيسهل عندي بشكل أسرع في عمية احتساب بعض الأمور مثل pre-giving point أو target net income وإذا في عندي tax وأي أمور أخرى نلاحظ أن في عندي بيانات لهذا السؤال Bernard Windows is a small company that install windows its cost structure is as a fellow إذا نلاحظ أن في عندي شركة بيانات شركة متخصصة في تركيب النوافذ وعندي البيانات المتعلقة كالتالي عندي سعر البيع single price for each window installation سعر البيع لكل نافذة يتم تركيبه وهو 500 دولار بحث ذلك في عندي variable cost of each window installation وكان عندي التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة نتيجة تركيب كل نافذة وهي 400 دولار وفي عندي annual fixed cost هي عبارة عن 150 ألف دولار وعندي تكريب ثابتة وبالتالي use the equation method and the contribution margin method to calculate operating income of Bernard and install 2000 new windows وبالتالي مطلوب مني أن أقوم باحتساب عندي فيما تعلق الدخل التشغيلي operating income بالاستناد للطريقة الأولى بالإضافة للطريقة الثانية الطريقة الأولى حكينا هي equation method وعن الطريقة الثانية هي contribution margin أو contribution method وهي هامش المساهمة contribution margin method to calculate operating income إذا افترض أن الشركة قامت ببيع 2000 نافذة بعد ذلك بعد عميد تحل السؤال سنقوم بنقل بيانات السؤال إلى ملف الـ Excel لحتى نقوم بتحليل هذا السؤال وحلله بالكامل وبعد ذلك نستكمل الطريقة الثالثة وهي graph method وهي طريقة الرسم البياني إذن قمنا بنقل البيانات المتعلقة بالسؤال إلى برنامج الـ Excel وقمنا بإدخال البيانات حتى نقوم باستكمال حل السؤال إذن رح نقوم بحل السؤال باستخدام معادلة equation method بالإضافة contribution method بداية رح نيجي في متعلق في equation method حكينا في equation method هي عبارة عن بشكل بسيط string price مضروبة في quantity of units sold ناقص variable cost per unit مضروبة في quantity of units sold بعد ذلك نطرح من fixed cost وبصل لoperating income فإذا بدايت بالحال هاي رح أقول يساوي ونفتح قوس عشان نبلش في الجزيل وله لكن رح أفتح هيش عبارة عن قوسين إذا بنستذكر في بيانات السؤال إذا رح أقول كالتالي هي عبارة عن string price مضروبة في عدد الوحدات المباعة وهي التي كانت مطاعة عندي في السؤال وبالتالي رح أقوم بدخال 2000 وبقدر أقوم بكتابتها على ملف الexcel بالطريقة التالية بمعنى بقول إنه في عندي 2000 لكن هم بحولها بشكل عام للجنرال وبالتالي بقدر أقول windows installed وعطيها نفس التنصيق وبقول كالتالي إذن بهاي الحالة بقول يساوي بفتح القوس الأول بعد ذلك القوس الثاني وبقوم كالتالي 500 مضروبة في وهي 2000 إذن هاي الجزئية الأولى تحدثنا عنها بعد ذلك نقول ونفتح قوس بما يتعلق في الجزئية الثانية وهي عبارة عن مضروبة في وهي عبارة عن 400 مضروبة في 2000 بالحالها أنا انتهيت من الجزئية المتعلقة عندي بعد ذلك رح أطرح منها بشكل عام واللي كانت عندي هي عبارة عن 150 ألف لكن قبل ذلك بقدر أسكر بالقوس عشان فيما يتعلق في الأولويات بعد ذلك بطرح منها الفيكس كوست واللي كانت هي عبارة عن 150 ألف بعد ذلك بسكر القوس وبالتالي مباشرة حتى بدون إغلاق القوس لأن نقوم بإغلاق الأقواس بداية وبالتالي رح أقص على قيمة وهي 50 ألف دولار وبالتالي رح أصلى صافي دخل قيمته 50 ألف إذا تم بي 2000 نافذة إذن هاي فيما يتعلق في الطريقة الأولى في الطريقة الثانية حكينا هي عبارة سميناها Contribution Margin Method طريقة هامش المساهمة وبالتالي رح أقوم بتعديل بسيط في بينات السؤال هون وأقوم باحتسابه أولا حتى يساعدني في عملية حل السؤال وبالتالي تحدثنا أنه في Contribution Margin Method طريقة هامش المساهمة أنه لازم أقوم باحتساب Contribution Margin Per Unit أولا وبالتالي باحتسرها كالتالي Contribution Margin CM Per Unit وبالتالي حكينا هي عبارة عن سينج price from or for each Windows installation ناقص variable cost of each window installation وبالتالي رح نصل لقيمة 100 دولار إذن هذا متعلق بالContribution Margin بداية إذن نقدر نميزها باللون معين وبالتالي رح نصل نستكمل حل السؤال الموجود عندي Contribution Method حكينا بشكل بسيط هي عبارة عن Contribution Margin Per Unit مضروبة في quantity of unit sold بعد ذلك نطرح منها fixed cost وبصل لoperating income وبالتالي رح أفتح أكتب المعادلة بقول يساوي بفتح الجوز الأول وهو عبارة عن Contribution Margin Per Unit مضروبة في quantity of unit sold وهي عبارة عن Windows installed 2000 نافذة وبالتالي رح أصل Contribution Margin بالتوتل بمعنى بعد ذلك بطرح منها ايش وهي 150,000 وبالتالي رح أصل لنفس القيمة إذن باستخدام equation method or contribution method لكن أحيانا أنا بسميها بال cost volume profit income statement بمعنى رح أعمل قائمة الدخل تستند إلى تحليل التكلفة والحجم الربحية إذن income statement وراح تكون عندي البيانات حتى نقدر نوضح ويشوف إنه هل حلنا صحيح أم لا وبالتالي عندي في قائمة الدخل أول جزئية رح تكون هي عبارة عن revenue التي تحدثنا عنها في أول المحاضرة إذن revenues هي عبارة عن إيش مضروبة في عدل وحدات المباعة وهي 2000 نافذة وبالتالي رح حقق إرادات قيمتها مليون دولار بحث ذلك رح أطرح منها إيش وحكينا هي عبارة عن مضروبة في بمعنى تكلفة المتغيرة الوحدة الواحدة مضروبة في عدل الوحدات المباعة وبالتالي رح حقق إرادات قيمتها سوري رح حقق تكاليف متغيرة قيمتها ثانم بعد ذلك رح أصل ما يسمى وال عندي هون بالتوتل هي عبارة عن وبالتالي رح حقق هيا مش مساهمة قيمتها 200 ألف وبالتالي بعد ذلك بطرح منها وهي عبارة عن 150 ألف بعد ذلك رح أصل وهي بشكل بسيط هي عبارة عن و رح أصل لنفس النتيجة لكن رح يتم استخدام هاي المعادلات بشكل سريع لكن هون حبيت أوضح قائمة الدخل تستند على التحليل التكلفة والحجم الربحية حتى أقدر أوضح بشكل بسيط ما يسمى عندي بالcontribution margin بالtotal هذا فيما يتعلق ببيانات السؤال إذن بالعودة إلى المادة التعليمية إذن تم تطرق لبيانات السؤال اللي كان موجود عندي ورح ألاحظ الآن رح أتحدث عن graph method طريقة الرسم البياني بشكل سريع ما رح أتطرق لهذه المواضيع بشكل عام رح أتطرق من خلال الشكل يظهر عندي إذن من خلال الرسم البياني هو عندي cause volume graph for T-Math سوف نحكي عن الكتاب أو الباكيج اللي بتقدمه دار النشر وراح تقومه رح تقوم إيمة جونسون ببيع هذا الكتاب بداية رح ألاحظ أنه في عندي unit sold وحدات مباعة وفي عندي إيش الإرادات نقدر نحكي عنها وهي بالدولارز عندي ألفين أربعلاف خمس تلاف ستلاف ثلاث عشر تلاف عندي المحور إكس وعندي المحور واي بداية إذا أنا قمت ببيع على سبيل المثال عندي بعشر وحدات مباعة وبالتالي رح نشوف أنه في عندي جزئية معينة بمعنى أنه هون عندي العشر وحدات لو حقوم ببيع رح تتوي عليش على جزئية من التكريف عندي وبالإضافة وبالتالي إذا منلاحظ عندي هون نقطة معينة من خلال إذا بقوم بعملية رسم البيانات بمعنى إذا افترضت نقوم ببيع عسي المثال عشر كتب وبالتالي رح تكبد ألفين بالإضافة رح تكبد التكليف المتغيرة وهي عبارة عن مئة وعشرين دولار لكل كتاب وبالتالي رح يكون عندي ثلاث تلاف ومئتين دولار ثلاث تلاف ومئتين هي عبارة عن الفيكس كوأس الألفين هي تكليف لا يمكن تجنبها بالإضافة عبارة عن نتيجة بي عشر كتب وبالتالي رح نلاقو أنه في عندي هون بالفقرة هاي هي متعلقة بها إذا اللحظ عندي مبدايين الخط الأول هون عند A رح نلاقو أن A هي عبارة عن الفيكس كوست هي التكليف الثابت وبالتالي لا يمكن تجنبها وبالتالي رح تكبد هاي التكليف بشكل مستمر. بعد ذلك راح تزال عندي تكليف. عندي هان الخط. عندي بوضح لي نقطة التعادل. بمعنى ان اذا انا قمت ببيع خمسة وعشرين كتاب او من الموجات عندي. بالتالي راح احقق نقطة التعادل. اي بمعنى لا بكون لا ربحان ولا خسران. وبالتالي اذا قمنا باحتساب. النقطة الاساسية وهي اذا قمت ببيع خمسة وعشرين كتاب. شو راح اتكبت تكليف? راح اقول هي عبارة عن خمسة وعشرين كتاب. مضروبة في مية وعشرين دولار. وراح يكون عندي ثلاث تلاب دولار هي عبارة عن كوست. البلس الفين دولار. وهي الفيكس كوست. وبالتالي راح نلاقي انه في عندي خمس تلاب وراح تكبت تكليف. وبالتالي عند هاي النقطة انا بكون غطيت جميع الارضات بكون مغطيها بغطي جميع تكليفي بالكامل. هذا فيما يتعلق بها. هذا الخط اللي بوضح لي هون هو عبارة عن توتل كوست لاين. واذا من عند النقطة C. لكن هو بلش من النقطة A. بمعنى ان التكلفة ما بدت عندي من صفر. على العكس هي بدت من الفين. اي بمعنى انا راح تكبت تكليفي الفين دولار. تكليف ثابتة. لكن الزيادة راح تحدث عندي هي عبارة عن بالاضافة تكليف ثابتة بالاضافة لتكليف متغيرة. لكن التكلفة الثابتة راح تظلها ثابتة وما راح تزداد عندي. واذا ملاحظ هون عندي عند هاي النقطة. لكن هون النقطة راح حقق خسارة. بشكل عام. وهاي المنطقة راح سير احقق بعد ذلك ايش الربح. وهاي الملاحظات بشكل كامل راح تلاقيها بموضحة في كل نقطة على هنا. لكن عملية الرسل بياني هي عملية احيانا بتحتاج وقت بالضافة لاستخدام البرامج لحتى تقوم بتمثيلها بيانية. فاللي اقدر من الافترض انه في عندي نقطة معينة بالكوس وانه في عندي افتراضات لما اقوم بعملية التكلفة فيما يتعلق في تحليل التكلفة والحجم الربحية. وبالتالي يجب اخذ هاي العناصر بعين الاعتبار اثناء شرحنا لهذا الفصل. بقولك. بصورة نعرف كيف يشتغل معنا. ونقدر التحليل المتعلق بأن نقدر نعرف قلياته اوجه عمله. لكن بقولك. توقع الاعتبار. فكر في المواضيع المتعلقة او الافترضات التي ستتعلق في التحليل. اولا. change in revenue and cost price only because of change of the number of products or service units sold. the number of units sold is the only revenue driver and the only cost driver. إذن هاي النقطة معينة. وحكيت عنها بشكل مفصل في محاضراتنا السابقة. وحكيت أن العلاقة ما بين الإرادات والتكليف المتغيرة هي علاقة مباشرة. حكينا عنها هي straight line relationship. علاقة ثابتة. ما تغيير عندي علاقة خطية. بمعنى إذا زادت عندي المبيعات راح تزاد معي التكليف المتغيرة. والعكس صحيح. وبالتالي محرك التكلفة فيما يتعلق في الإرادات ومتعلق في ال variable cost هو عدد الوحدات المباعة. وبالتالي راح يتم تجاهل بالكامل. الحكينا هي الأساس أو الافتراض أنه التكليف هي عبارة عن كيرف لينير في الواقع العملي. لأن الكون ما بيزبط معي إنه قوم يكون فيه عند علاقة غير خطية لحتى أقدر أقوم بالتحليل. وبالتالي راح أفترض أنه هناك علاقة خطية بالكامل. النقطة الثانية. total cost can be separated into two components. من جمال التكليف يجب إيش تكون مفصولة إلى جزئتين. الجزئية هي عبارة عن fixed components. التكليف أو الجزاء الثابتة. that does not vary with the unit sold. وبالتالي هي ليست نقدر عنها ليست واسعة مع عدد حدات المباعة. وبالتالي راح أظلها ثابتة قدر الإمكان. النقطة الثانية جزئة هي الـ variable component. وهي التكليف المتغيرة. that change pace in units sold. وبالتالي هي تتغير بالاستناد إلى عدد الوحدات المباعة. When represented graphically, the behavior of total revenue and total cost are linear. meaning they can be represented a straight line in relation to units sold within a relevant range. وبالتالي أكينا أن العلاقة هي علاقة خطية. وبالتالي تم تمثيلها بالرسم البياني. وعندي النقطة الرابعة. string price variable cost per unit and total fixed cost within relevant range and time period. are known and constant. وبالتالي نحك عن سعر البيع والتكليف المتغير الوحدة. وجمال التكليف راح أظلها ثابتة ضمن مدى معين. بفتراض يعني أنه ما في راح يصير أي تأثير عندي على هاي التكليف أو سعر البيع. راح أظلها ثابتة ضمن المدى الملائمت حدثنا عنه في المحاضرة السابقة. في المحاضرة القادمة بإذن الله سنتحدث عن ال Prekeeping Point and Target Operating Income. إذان دوني إلى هنا تنتهي محاضرتنا. شكرا لكم على حسن المشاهدة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر